الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بإقامة الصلاة والمحافظة عليها على الدوام وأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر والآثام أحمده على إحسانه الخاص والعام فأشهد أن لا إله إلا الله وأنه لا شريك له لا شريك له في ربوبيته وقلوهيته وصفاته وأسمائه العظام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ربوبيته وقلوهيته وصفاته وأسمائه العظام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله كانت الصلاة خرة عيني ونعيم طيبه وكان يحزر إليها عند الأهداف العظام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البروة الكرام فسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله وعافظوا على الصلوات كما أمركم لذلكم ربكم وحفظكم عليه نبيكم لأن الصلاة هي الفارقة هي الفارقة بين المسلم والكافر لذا قال سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله طالدين وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيه الخلاة وقال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاصب به عدل يوم القيامة الصلاة وأول ما يقضى بين الناس الدماء وَلِذَا كَانَا أَمِنْ آخِرُ وَسَايَاةً الصلاة الصلاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُ أَمْبِعَ الْأَلَطَ مَسَمِّمْ مَعْلَا أَيْا عَوْنْيَا مَلِيَا نِسِلِي جُلِي كَعَوْنْيَا مَلِيَا كَفُقُوا أَنْغَسِلِي أَنْوَا قُلُشِي أَوَا قَلِشِي أَنْغَلِشِي أَنْغَقْوَنْهَ وَأَصَبُوا أَنْغَلِشِي أَوَا قَلِشِي أَبِنْ ً أَنْغَسِلِي أَبِنْ ً أَنْغَسِلِي أَنْغَسُونَ أَنْغَلَيْا أَبْبَنِالنِي أَبْدُغَلِي أَشَرِيَا كَفَو كَعَلَنْدُ ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر